أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الباب رقم 48 باب من كتاب جامع أحاديث الشيعة كتاب المزار هذه الطبعة جزء 12 الطبعة الأخرى جزء 15 باب ثوابي زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفه كنا بصدد قراءة الروايات في هذا الباب الرواية رقم 6 من كامل الزيارات قال حدثني أبي رحمه الله وجماعة مشايخي عن محمد بن يحيى العطار عن حمدان بن سليمان النيسابوري عن أبي سعيد وفي بعض النسخ نسخ كلمة عن مما وجوده قال حدثنا عبد الله بن محمد اليماني عن منيع بن الحجاج عن يونس بن يعقوب عن عمار في بعض النسخ يونس بن يعقوب بن عمار ظاهر تصحيف في النسخ القديمة كلمة أي كلمة بن مصحف عن كلمة عن عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال من فاتته عرفة بعرفات فاتته عرفة يعني شنو بعرفات فاتته وقفة عرفة بعرفات كان يحب أن يدرك هذا المعنى وقوف عرفة ليش أحب أن يدرك وقوف عرفة ذكرنا سابقا لأنه سمع الشقي من حرم شنو المغفرة في شهر رمضان استثناء إلا أن يشهد عرفة فعرفة شهودها إدراكها يبدل الشقي إلى السعيد هذا الشأن عرفة فالشقي الذي حرم من غفران الله جل وعلا في شهر رمضان إذا شهد عرفة خلاص ما إلا حقي فكر يشك الله غفر له أو ما غفر له مغفور لهم قطعا مسلم فكان يتمنى أن يدرك عرفة ليحصل على السعادة الإلهية اللي تغمر أهل عرفة وإذا اشتغل التهى باصطلاحنا وما قدر وفاتت عرفة ما قدر يسافر ما قدر يروح لهناك زين شي سوي نحفتوا من فاتته عرفة يعني وقفته عرفة بعرفات فأدركها قال يسأل لي ما خلوني أروح ما لحقت أروح ما قدرت أروح اغفلت عن الروحة هاي السعادة راحت مني خلي أبدلها بسعادة لا تقاس بها بسعادة لا تقاس بها اش سوي فأدركها فأدرك عرفة بقبر الحسين عليه السلام لم تفته لم تفته ما كان يتمناه في عرفة ما فاته الوقفة وآثارها ما فاتته وإن الله تبارك وتعالى ليبدأ بأهل قبر الحسين عليه السلام قبل أهل أهل عرفات يبدأ هنا يبدأ بهؤلاء يبدأ بهم يعني شنو ما ذكرته الروايات الأخرى يبدأ بهم بالنظر إليهم وانظر إلي نظرة رحيمة حتى يستكمل الكرام عنده زين فهي النظرة مو يعني هذه النظرة واحد يعين على واحد هو واحد يعين على واحد يقول لهم يربع لك علينا شوية شوفنا انظرنا يقول لهم صدل آينت عليك وهذا يريد ما يريد هذه النظرة مقصود من هذه النظرة النظرة الرحيمة المقصود من هذه النظرة ما يتبعها من اللطف من الكرامة من الرحمة من العطاء زين فينظر إليهم يبدأ بالنظر إليهم أولا ينظر إليهم شنو ينظر إليهم يا نظرة هذه منظرة العادية الله سبحانه تعالى منظرة الشكل ولا أنهم غمض حتى يجي ينظر إلى هؤلاء يبدأ بالعطاء إن لله في دهركم نفحات أكو عطايا أكو عطايا أكو بعض الليالي بعض الأيام عطايا خاص أكو في يوم عرفات قال الله على نفسه وكتب على نفسه أن في يوم عرفات يفتح باب الرحمة على مصرعي يريد يفتح باب الرحمة آلا على نفسه حس اللي يفتح باب الرحمة إذا فتحها أولا وين يصبها أولا يصبها باصطلاح هذه الرواية أهل قبر الحسين سماهم أهل اللي يجي لزيارة قبر الحسين عليه الصلاة والسلام اللي إمام عبر عنه آهل يعني يحصل على الأهلية لأن تشمل هذه الرحمة العرفاتية الخاصة الواسعة مزين قبل أهل عرفات ثم يخاطبهم بنفسه نحن ما نسمع نحن من نسمع هذه الزوار ما يسمعون خطابه هو هذا النحو من الخطاب اللي صوت بي إذا هش أكيل هذا المقصود هذا المقصود من الخطاب فرد واحد يكلم واحد المقصود أن يؤانسه واحد يريد يحكيه فرد واحد ليش يحكيه يريد يؤانسه هذا الزائر ما يسمع هذا الزائر ما يسمع كثير من الأمور التي تذكر في الصفات الإلهية في الجانب الإيجابي وفي الجانب السلبي عن الصفات الإيجابية والسلبي إن الله يحب لا يحب جانب يحب جانب لا يحب فلما آسفونا يمكرون ويمكر الله وأمثال ذلك من اتصافه بالرحمة أو بالغضب يقولون ذني المرادات منها النتائج المراد شنو من النتائج فإذا واحد ليهدي خاطب واحد شنو من وراء أكو نتائج فالنتائج تثبت للنفوس لاحظتوا استشعر بها أو لم يستشعر بها الإنسان الاستشعار له لطف الإنسان يعرف أنه بيجي خطاب رباني فاللطف خاص ولكن لعدم استعداد نفوسنا وقابلية سماع هذا الخطاب نتيجة الخطاب يصل إلينا فهذه نتائج نأخذها بنحو النتائج لا بنحو المقدمات زين فحينئذ ثم يخاطبهم بنفسه بس هنا بعد شنو يقول لهم يخاطبهم بنفسه لعله ما ورد في تلك الرواية اللي عبدي الصديق أنت عبدي صديق صارت زيارة الحسين رفعتك من مقام انت بي من مقام اللي واحدنا لسانه ما معلوم متلوث بالغيب وبالنميم وبالكذب وبكذا بكذا هذا اللسان وهذا الإيمان المتلوث بالشكوك وبألف مشكلة ببركة الحسين يرتقي يرتقي أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين زيارة الإمام الحسين ترفع تخليه بجوار من بجوار النبيين لعله هذا الخطاب يقول صديق ثويتك افتح عينك ولعله لإم عليه الصلاة والسلام ذكروا لنا ذلك حتى نعرف مقام الزيارة حتى ننوث هذا المقام حتى نحظى إلى بهذه العظم الإلهي والموضع الإلهي الذي يخلين فيه نبقى بهذا لا نزل عنه وهذا ما شرحناه في مقبول ثارة الحج والعمر يسجلوها للإنسان وسكوت عنها حج وعمر وأخرى ورد في الرواية مقبول مقبول يعني لا تمث أما بعض أوقات يسجلون كومة حج كومة عمر وقابل غيبة يروح أي يطوها للآخرين هاي راحت أما إذا صارت مقبولة يحفظوا الكياه إلك يطوك إياها ما ينطوها لغيرك بعد حتى لو واحد يطلبك مثلا من باب المثال الله يعوض من عند ينطي ما يشيلون ما لا تك يطوه إياه زي حس هي ذني بعض الأمور شوية شوية الغرض أنه فأدركها بقبر الحسين لم تفته الشيء اللي كان يتمناه من أرض عرفات يحصل عليه ليشوك ليبقى قلبه قليق والله ما توفقنا للحاج ما قدرنا فات ذاك الثواب لا إذا إجيت هنا كن مطمئن ألف حج وألف عمر وألف غزوة مع نبي مرسل وذاك يقول ألف ألف مع القائم عجل الله فرجه الشريف بعد مضاعف للمقام زي بس بعض الأشياء الأخرى يأتي فيه في الوسائل وفي مصباح المتهجد عن بشير الدهان عن رفاعة قال دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال يا رفاعة ما حججت العام هاي الألف والام الحضور يعني هذا العام السنة ما رحت للعجو أشوفك هنا أنا قلت ما كان عندي ما أحج به فلوس حج ما كان عندي ليش لأن هناك شوية مخارج بيها خبص يصير هناك الآن هناهم شبيه بهذا المعند يعطل ثنادق وكل نفر دولار أكثر أقل وكذا وهل قبيل هذا وإهناك الناس من تروح ونباتون يستعجرون بيوت مكة وأطراف مكة الناس تقعد بها يستعجروها فأيام الزيارة موسم ينهي أيام موسم زين أيام الموسم إذا صدق موسم موسم للزوار وموسم إلى كمات موسم للزوار هذا شقي هذا حرمة هذا حرمة من هذا الموسم والرحمة الإلهية بدال ما يقول يا بصار موسم وأنا أشترك مع الحسين أقدم ما عندي للإمام الحسين في هذا الموسم مثلا إذا مو مئة بالمئة خمسين بالمئة أقل أكثر مثلا البعض يقولون يقولون صار موسم موسم شنو الموسم إذا الإيجار بعشرين أليف خلي يصير بمئة يضعف هنيئا للزائرين المضطرين اللي يدفعون هنيئا لهم زين لكن ذول الموسم المن يعتبر الموسم لغيرهم يعني موسم المال لنا وموسم الرحمة الإلهية للزوار لغيرنا هاي المعرفة هاي اللي ننصب نفسنا بها زين هذاك اليوم اللي كان الناس تيجي للزيارة بزمان الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يزوروا يطلع أو إذا ييجي يختلب في المكان ويمشي لا أجار عليه لا كذا عليه لا شي عليه يزور ويطلع فإذا ييجي مخارج ما به خصوصا ذول ناس بالكوفة وأطراف الكوفة وبالعراق ذول موجودين ميسر عندهم يجون إلى كربلة صعب عليهم يروح العج ما عندي ما أحج به أنطي دابة وكذا ما عندي أشتري وما عندي أستأجر أروح بي القوافل وكذا وأدفع فلوس تذاكروا المخارج العظيم فقلت أروح وين ولكني عرفت عند قبر الحسين عليه السلام فقال لي يا رفاعة عفية مصطلحنا بارك الله بيك يا رفاعة ما قصرت عما كان فيه أهل منا أهل منا وأهل الحاج اللي حصل عليه أنت ما قصرت أو ما قصرت عما كان فيه أهل منا ما أنطوك أقل من ذلك لو أنت ما قصرت لو أصن ما أنطوك أقل ما قصرت لولا أني أكره أن يدعى الناس الحج الحج الريد يبقى لو ترك الناس الحج وجب على إمام المسلمين أن يأمرهم بالحج يجبرهم يرحون للحج وإذا ما عدهم واجب عليه هو يطيم وفلوس ينفق عليهم يرحون حفظ الحج واجب ترك الحج إلى آثار عذاب على الأمة آثار عذاب على الأمة إلى لكن مع مطلوبيته هناك زيارة الإمام الحسين أفضل لهم أفضل أفضل وشفت أفضل ألف وبعض المرات امتصل إلى ماذا ألف ألف زين بس إحنا ذاك الريد يبقى لولا أني أكره أن يدع الناس الحج لحدثتك بحديث لا تدعو زيارة قبر الحسين عليه السلام أبدا هو هذا كافي مولانا هو هذا كافي هذا إجمال شي يسموه إجمال هذاك لريد يقول الإمام شنوه تفصيل لو أفصل لك اتشلب تبقى بملئ من الملائكة إلا قال أخبرني أبي أن من خرج إلى قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه ها غير مستكبر في حال الخضوع لله ولهذه الشعير العظيمة صاحبه هذا شيء جديد غير الآثار السابقة صاحبه صاحبه ألف ملك عن يمينه وألف ملك عن يساره وكتب له ألف حجة وألف عمر مع نبي أو وصي نبي تصحبه الملائكة الملائكة وجودات طاهرة وجودات نورانية وجودات خاضعة وجودات خاشعة أنت لما تمشي ويفرد واحد كله هيبة كله وقار كله ذكر كله احترام وتقدير تتأذر لما تتأذر تأخذك الهيبة لما تأخذك الهيبة الملائكة لما يصحبوك ويمشون وياك ذولة وجوداتهم وجودات خير نور رحمة بركة هيبة خضوع خشوع صفات كمال اشأكو هاي صفات الكمال اشعاعات على قلبك الف قوة خيرية خشوع خضوع وامثال ذلك تتوجه إلى قلبك وتصحب كويك فعلى القاعدة شئت أم أبيت لابد أن يكون وجودك يتبدل إلى ماذا لأنها وجودات نورانية إشعاعات هل يصير عليك فما عسى أن يبقى عليه من الدرن وشبهها رسول الله صلى الله عليه وآله بالحمة على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرات فما عسى أن يبقى عليه من الدرن هاي الإشعاعات النورية تحرق الذنوب تبدل وجود هذا المؤمن إلى وجود خيري إلى وجود مبارك مو تقول شنو فائدة ذولة صحبة هؤلاء صحبة خير تؤثر عليك إشعاعات أضوية إلهية زين تأتيك هاي فلذا تبدل أفكارك هو في غير أيام هل قد ما ملتزم بالصلاة صلاة فالساعة وراء الظهور يصليها ساعتين يصليها أما من يجي للزيارة يحس هاي الإشعاعات يتغير يصلي أول وقت هاي من آثارها ومن بركاتها والأشياء الأخرى اللي بكرة نتحدث عنها وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطائرين اشتركوا في القناة